أخواني الكرام هذا كتاب العجالة في الأحاديث المسلسلة للعلامة أبي الفيض محمد ياسين الفاداني يعني هو بطبقة شيخ شيوخنا يعني هو شيخ الشيخ عبد الفتاح بغدي والشيخ عبد الفتاح بغدي يكون شيخ شيوخنا هذا هنا أورد كتاب أورد الحديث المسلسل بيوم العيد يعني أنه هذا يرونه المشايخ للناس أو لطلابهم يوم العيد لأنه كل واحد من الرواد قال يعني حدثني شيخي يوم العيد بكذا وكذا لاحظ هنا هذا حساب دكتور عبد الفتاح الحسين يحدث بهذا الحديث يعني المفروض هذا يوم عيد تلاحظ حديث المسلسل بالعيد ويذكر سنده أنه من طريق محمد ياسين الفاداني ويذكر هنا باء إلى أن يقول هذا سراج الدين عمر الجاي هذا اللي عبيت تمسخل عليها لأنه هنا كمان هذا أيضا عبيت تمسخل كلمة الجاي والرايح وكذا وإلى آخره لاحظوا هنا كمان لاحظ عبيت تمسخل أنه هناك سنة الإسنادي يعني أنه طلع معه الجاي بالهمزة القطع هذا الأخ المهم هون هذا السند وين محل الشاهد يا جماعة هذا هو هذا الشيخ عبد القادر قال ابن طبرزد يعني هو ضم الطاد ضم الطه الخطأ اللي فيه وقع فيه أنه ضم الطه لكن هذا الخطأ اللي وقع فيه أشناع هذا الخطأ هذا الخطأ هذا الخطأ بدي الحرف بحرف أصلا لأنه هي عن ابن طبر ذد مش ابن طبر ذد لاحظوا لاحظوا هذا الكتاب هذا هو يروي فيه هذا كتاب الشيخ ياسين الفهداني اللي هو يرويه من طريقه الشيخ عبد القادر لاحظ أنه لاحظ سمعته وأظنه يعني يرويه من عدة أشخاص إبراهيم الإحسائي عن شيخ شيخنا اللي هو محمد ياسين الفهداني وعن الشهاد الله الصديق المماري وإلى آخر ما هنالك طيب فهو يرويه أيضا عن الشيخ عالي جماعة عن الشيخ ياسين الفهداني المفتوض هو أيضا سمعته عن الشيخ ياسين الفهداني طيب على كل فهذا هو كتاب العجالة في الحديث المسلسل الشيخ الفهداني وهنا يروي حديث المسلسل بالعيد اللي هو هذا من طريق هذا الأجهوري اللي صايت مصخراعية الأجهوري مش الأجهوري وهذا الخطأ الثاني اللي عمال هذا سنأتي عليه لكن هون الثالث هذا ابن طبرذد ابن طبرذد عن ابن البخاري عن ابن طبرذد عن أبي المواهب هلأ طبعا أنا بحثت جدا عن أنه أجد لها ضبط بالأحرف يعني كتابة أنه بفتح الطه وكذا إلى آخرين ما وجدت الآن أنا سأريكم ما وجدت غاية ما هناك ضبطوها هكذا بفتحة وكذا يعني بالشكل ما ضبطوها بالكتابة تعالوا لكتاب آخر أريكم كيف ضبطت في كتاب فهرس الفهارس للشيخ الكتاني وكتاب هذا لاحظ هنا هذا هنا ضبط اللي اسمه ابن الجاي هذا اللي عبدت مصخر عليه هذا هون أيضا لاحظ ضبط ابن طبرذد هذا من كتاب لسان الميزان لاحظ منها أن بين ابن طبرذد وهذا موضع أول في المجلد الرابع صفحة 566 وهنا في المجلد هذه طبعا محققة واشتغل فيها شيخنا الشيخ الفتاح ابو غدي لاحظ أخبرنا ابن طبرذد في هذا المجلد في موضع آخر من المجلد الخامس اللي هو المجلد الخامس صفحة 366 طيب في عندك أيضا في عندك فهرس الفهارس طبعا قبل ما فرجيكم نرجع هذا ما نتأكد منه ل 2012 ما thriving هو المجلد الخامس كله ليس في سنة الإسنهب و لا تروي عن طريقه سنة الإنسى سنة الإسنهب سنة الإنسى سنة الإنسى Welah دعونا نرجع لها سمعانين؟ 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 سمعوا ذروني اسمه طبار الزاين هو يخطأ الشيخ عبد القادر يضب ضطه هذا بدل الدال إلى زاين طبار الزاين بالمناسبة لما ترجع إلى هنا لما ترجع إلى هنا تكتب هذه الكلمة طبار ذاين طبار الزاين نتائج صفر سبع تالاف ثم تالاف كتاب صفر النتائج لكن اكتبها على الأشياء اسمه طبار ذاين لاحظ كما مكتوبي هو هون بالمناسبة لا تكتب هي طبار ذا هاي الحرف اللي فيها هي زاين وليس ذال هذه قبل الدال إذا كتبت بالزاين راح تجي معك إذا كتبت بالذال راح تجي معك بموضعين مصحفين لكن هيك راح تجي لاحظ كم نتيجة معك لاحظ كثير ثلاث تلاف نتيجة كلهم هدول ابن طبار ذاب ابن طبار ذاب يا أخوان الكرام لاحظوا هذه لاحظوا على كيف هذا عمال يضحك على أتباعه ولكن اللي تحت هدولي شبعه ضحك وهذاك راح هداك يطب له هذا البحبحاني لاحظ وهون لو كتبت أنت هون الى تحت على هاي لاحظ ابن طبار لاحظ لاحظ بس انت شوف شوف كام واحد معلق على هاي قضية طبار ذاب طبار ذاب لاحظ 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 وعلى شيء ما يراجعوه يا أخوان الكرام أنا قلت نشرت منشور أصلا اللي بدي يعلق يا أخي ما يطب له يشكرني على رأسي بعيني الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم يكتب لي نقد بنا هذا اللي أنا بستفيد منه لاحظ 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 هذه الحلقة 26 فبراير 2021 نحن الآن لاحظوا بأربعة تسعة الشهر أيلول أنا من ذاك الوقت من ذاك الوقت من ذاك الوقت عم براجع بهاي كلمة طبر ذات مش باط مش شهر الثاني إلى الآن سبعة شهر طبعا لا يعني سبعة شهر كل يوم 24 ساعة براجع فيها لا اشتغلت فيها فترة يعني على يومين ثلاثة هذاك الوقت من ذاك الوقت ولكن من ذاك الوقت لما راجعت ما لأطت أنه يقول تبرذر في شباط لما فكرت أن القضية فقط بفتح الطه ولا بضم الطه لأن الشيخ عبدالله تبرذر هو أصلا هذا اسم أعجمي والأسماء الأعجمية قالوا هذه لا قاعدة لضبطها يعني هذه ليس لها لذلك العرب حتى في القرآن عربوا كلمة إبراهيم حتى في بعض قراءات إبراهام ويحيى يحنى بيقولوا عنه يوحنى أو كذا يعني أسماء هي أصلا ليست عربية لذلك هي ممنوعة من الصرف العالمية وكذا والعجمة ف الجي عمال بيصح بيتمسخر وبتقهقه وراح بيفروط مضحك وراح إيش راح جبله الضبط طبعا خطأ راح جب لكم رجع لكم على فارس الفارس على فارس الفارس ليه الشيخ الكتاني عبد الحي عبد الكبير الكتاني الأشعاري لك أنت أشعر عيش عم تتمسخر هذول اللي ألفوا هذه الأثبات والمسانيد الأثبات والمشيخات والفهارس والبرامج هاي اللي فيها الشيخ هذول أغلبون أشعره انت لك لا ناقة ولا جمل انت هيك نبتي شاذي منبتي جاي من جماعة من هذول البربر قتلتوا وذبحتوا المسلمين جاي عم تطلي أفهمك أنت بقضية الأسانيد أنت إلى الآن ما عم تدوره على حدا شرح البخاري هيا الله لأهل السنة من يشرحوا قال البخاري لا ما حدا شرحوا من أهل السنة اللي شرحوا عشرات الشروح ليش؟ لأنه كل ما يفتحوا كتاب يطلعوا يطلعوا فيه تأويل الصفات وفيه كذا وفيه كذا قال لك لا لا هذا ماشي من حل السنة عرفتم؟ لاحظ هذا كتاب فرس الفارس لاحظ اللي هو 1300 صفحة عم يروي أسانيد وكلها منه إلى رسول الله وهذا يعني بينه بين شراب القادر واحدة أو اثنين لاحظ هاي هون بيروي بيذكر هذا الجهوري هذا وبيذكر هذا السراج الدين عمر الجاي مش مضبوطة هذه ماها ضبطة تقول له الجاي وهمزة قطعة ما هي الهمزة قطعة تسهل موجودة مين ما كان مين ما أرى بدي أراها معاه عمر الجاي إيه وإذا الجاي ضد الرايح يعني؟ هلها بتمسخر وإذا يعني؟ لا حوله ولا قوة إلا بالله أفروض اسمه الرايح كمان إيش يعني؟ غاد ورايح وإيش يعني فيها؟ حطوا على مسخر بيقول لك الأشاعر لا يأخذون بالكتاب يأخذون من أرسطو أنت منين عم تأخذ هذه السخري؟ الله ما نهى عن السخري؟ لا يسخر من قوما من قوم عسى أن يكونوا حسن خيرا منهم؟ هاي تضرب بها عرض الحياة؟ إذا أنت بالمعكم لا تأخذ به؟ شوف آيات إخواني كرام الآيات هذه اللي فيها حفظ أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم هؤلاء ضربوا بها عرض الحياة واستعلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم اللي هي هذه آيات ونصوص وأحاديث للعمل يترتب عليها عمل ضربوا يعرض الحياة راح يشتغلوا بمتشابه راحوا بقى صاروا يكفروا المسلمين أصلا لماذا كفروا المسلمين؟ واستباحوا دماءهم وأعراضهم لأنه قال أن هؤلاء حرفوا الكتاب ما حرفوا؟ قال آيات الاستواء والآيات النصوص طب هذه متشابهة قالوا أنها متشابهة له ما نفوض العلم بها إلى الله وتحمل على حامل العربية الصحيحة متشابهة أنت المحكم ما تأخذ فيه لكن المحكم إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم وحرمت يومكم هذا فيه بلدكم هذا في يومكم هذه كل ضربة تبيعها أو تتأولها طيب إذا أنت لا ترى في تأويل المحكم حرج لا ترى حرج أو في تأويل محكم فالأشعار اللي أنت تقول له أصلا هذا يأخذ دينه من أرستو وما يعرف مين سيرى حرجا أنه في تأويل متشابه أنت المحكم ما ترى حرج فيه لأنه هذه كل النصوص الكثيرة في تحريم أموال المسلمين وعراضهم ودماءهم هذه كلها بشكل صحيح تتألم كلها بروحة بلك لا لا هذا ليس مقصد أنت مسلمين بلك الأشاعر ليس مسلمين ليس مسلمين راح ضرب بكل هذه كلمة نصوص أخربة اللي هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإذا قالوها أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إلا الله فإذا قالوها شيء يعني إيش عصبوا مني دماءهم وأموالهم بلك لا 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 هذه هي لا إله لا تحتاج ثمانية شروط سبع شروط أو ثمانية شروط طيب وين هاي الشروط في حديث الجارية أين الله فقالت أعطيه قالوه أنه مؤمنة هتحتجش فيها على قضية العلو وكذا قال لا 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 يقولنا لهم هذي وين ما فيها شهادة قال إله يشترط أنه شهادة لا إله هذا الألبان يكتلي معه عرفتم على كم التناقض يعني الآيات والأحاديث والنصوص التي لا حصر لها كل هذه ضربوا بها أرض الحقيقة تحفظ دماء المسلمين أو تحض على حفظ دماء المسلمين أموالهم ومعارضهم ضربوا بها لذلك ابن عبدوهاب ذبح المسلمين وقتلهم وهذا جاء يقول لك أنه يتضحك ويتسهسك هاي هوني هاي 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 لاحظ ما أحد كتبها هاي ابن طبر ذد بدال مش بازاي هذا لاحظ كان موضع من من إش اسمه من من ليك 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 كيف عبد الله حكتها لجب لك بقى لجب لك بقى إش اسمه لجب لك هذا ترجمته لابن طبر ذد هذا هاي اسمه طبر ذد هو حتى لو ضميت الطه أو كسرت أو كذا ما أحد أصلا صرح ما أحد قال كيف هاي مضبوطة وهذه كتب المسانيد هذا ابن طبر ذد هذا هو عمر ابن محمد أبو حفص وأخو أبو البقاء وكلاهما من المحدثين ولم يضبطوا اسمه ملاحظ وهذا بالمناسبة قبل أن أدخل توضيح أنت أنت اللي عم تسخر أنت تعرف إيش عم تسخر إيش حاصل سخريتك هذه طبر ذد لاحظت كيف عبعدة طبر ذد هذه فضيحة لك وما بعدها فضيحة تعرفوا هذا عم تسخر إيش حاصل سخريته هذا عم تسخر وكأنه يقول أنت يا شيخ عبد القادر أنت خالفت ضبط العلماء لهذه الكلمة هو يقول طبرز طبرزد يعني شيخ عبد القادر وهو يقول طبر ذد لا تركك أنه هذا أصلا صحح لهيها خلط تركك من هذا هو إيش كل هذه السخرية حاصلة إيش هو أنه أنه يسخر لأنه أخطأ في ضبط الكلمة هذه يعني أنه هي العلماء ضبطوها ب أنه على أساس طبر ذد طبر ذد كما يقول هذه الشيء المضحك أنه العلماء في كتبهم في كتب المشتبه والمختلف والمختلف والمشتبه والمختلف وكذا وإلى آخره هذه علوم كاملة هذه في ضبط الأسماء في في علوم الحديث كأنه يقول له أنت خالفت ضبطهم طيب من اشتغل بضبط هذا المشتبه مين تعالى اسألك هذا شيخك اللي أنت عبت بتقوم فيه بتعود هذه المرة جابه هذا حسن مشهور إيش بيقلك على شو اسمه على ضبط الأسماء مين أشهر من ضبط أسماء الرواة ما بتقبل فيه هاد ليك إيش بيقلك هون لاحظ هون خلينا نكبر من هون بيقلك بيقلك والحافظ ابن حجر لما يسأل عن أنه هل ألفت كتب في ضبط في ضبط أسماء رواة طبعا ضبطت بيقلك الحافظ ابن حجر كتب فكتب عليه الحافظ ابن حجر تبصير المنتبه لتحرير المشتبه اللي هو هاد إيش كتب أنه من أوسع كتب الضبط وأحسنها أوسع كتب الضبط من من ضبطه من أوسع كتب في ضبط اسماء رواة ابن حجر العسقالة الأشعري يعني كأنه هذا عبي يقول له إيش عبي يقول له ابن شمس أنا أسخر منك لأنك أنت خالفت ضبط الحافظ ابن حجر لهذه الكلمة ضبط الحافظ ابن حجر الأشعري يعني أنت كيف تخالف ضبط ابن حجر الأشعري أنت المفروض يا ابن شمس أنت المفروض تسعد بمخالفته مش مش تحزن لأنه هذه علوم أصلا برز فيها الأشاعر وأنت لا تقيم لهم وزن تقول له هؤلاء يزنادق وكفر وكذا أنت لعقائدهم لا تقيم لها وزن فأنت عمال يعني تقيم وزن لضبطهم للأسماء لك على المسخرة أنت كل علوم الأشعر تقول له هؤلاء عزبالي طيب ما هي من ضمن علومه هي نعم في منهم من حفاظ متقدمين كتبوا فيها وكذا إلى آخرين لكن معظم ما في القرن الرابع والخامس معظم هذه اشتغل فيها الأشاعر وعلماء الحديث من الأشاعر وما تريد والحنابلة اللي هم أصلا مفوضة ومنهم مؤولة أيضا جمهورهم على الأقل يعني يعني بعضهم بقى هذه قضية بقى ما مندخل فيها بعضهم منهم وجسمة يعني هذا يعني قد لا يثبت إلا عن بعض عن قلة قليلة يعني طيب لاحظ بيئلك الحافظة من حجر لديه كتاب تبصير المنتبه لتحرير المشتبه من أوسع كتب الضبط وأحسنها وبعدين يقول له فيه عننا أيضا كتاب توضيح المشتبه كتاب عجيب مطبوع في عشرة مجلدات استدرك على الذهبي اللي هو هذا لابن ناصر الدين توضيح المشتبه لابن ناصر الدين هذا شمس الدين ابن ناصر هذا أيضا أشعريات هذا له كتب المولد وكذا وإلى آخرين فإذا هذه أشهر كتابين في ضبط أسماء الرواد وأنا سأتي لك الآن ضبط يعني ترجمت 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 ابن طبرزد هذا منها من هذين الكتابين لكن ستجدون أنه لم يضبطوها بالشكل أنه فقط ترجموا لها ما ضبطوها بالكلمات أنه هذا يفتح الطه أو يتكسر فأنت إيش عابس أسكك إيش عابت تضحك هذا بتضحك لو كان أولا أنت مشتغل بهذه العلوم أو شيوخك أو كذا أنت إيش علاقتك أنت تنتهي أنت وهل كان واحد ضده الخضير لا ابن عبد ذهاب هذا اللي إجا وذبع المسلمين وكفر مشايخه وقرأ ابن عبد كتب ابن تيمية وصار يذبح الناس لأنهم خالفوها وابن تيمية أصلا قال أنا خالفت طريقة الأجداد والآباء وإلى آخرين وابن عبد ذهاب قال أنا مشايخي أنا ما يعرفه لا إله إلا الله فهذه كذا مرة صار جبنها هذه والآن ممكن نخبركم بها هذه لاحظوا هنا لاحظوا هنا هذه هنا كيف 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 ابن تيمية لاحظ يقول لك يقول لك رجعنا عن مذهب الآباء والأجداد لاحظوا هنا لاحظوا هنا لاحظوا هنا فلما أنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين بقول أهل بداع يعني بقول الأشاعر وبعدين أنه تبين لنا هذا خلاف ما جاء به الرسول وهذا هون هذا ابن عبد الوهاب هذا اللي كفر مشايخه قال ما أحد مشايخه يعرف لا إله إلا الله طبعا ما يعرف يعني ما يعرف معناها والذي لا يعرف معناها يعني هذا لم يحقق شرطها أو أحد شروطها إلى سبع شروط منها أنه تعرف معناها بيقول لك لاحظ بيقول لك لاحظ وأنا أخبركم عن نفسي لاحظ عن نفسي والذي لا إله إلاه لقد طلبت العلم واعتقدت إلى أن يقول لحظ هنا وأن ذلك الوقت لا أعرف معنا لا إله إلا الله وكذلك مشايخه ما منهم رجل عرف ذلك وأن لحظ ومن زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد افترى وكذب فإذا نرجع إلى الضبط هذه كلمة طوردد لاحظ وهذه هنا بقية الأسماء الكتب اللي اللي هي اللي هي اللي فيه أسماء ضبط أسماء الرواد كلهم هذول أنت مالك علاقة فيهم هذول لا من قريب ولا من بعيد اللي هنه لأنهن هنه أقصطن هذول أشاعره أو معظمون أشاعره لاحظ مثلا عندك أنت هذا هذا إن هذا توضيح المشتبه هذا هذا الإبن ناصر الدين في عندك مشارق الأنواع على صاع الآثر أيضا ضبط هذه كلمات وروات وكذا للقاضعيات في عندك تهذيب الأسماء واللغات للنووي الإمام النووي في عندك توضيح المشتبه هذا إبن ناصر الدين في عندك تبصير المنتبه في تحرير المشتبه من حجة عسقلاني عندك الإكمال البنماكولة عندك تلخيص المتجابه هذه الخطيب بغداد ماذا علاقتك في أولاد؟ ماذا علاقتك في أولاد؟ ماذا علاقتك؟ أنت أو أبن عبده؟ لو أولا واحد لمنه لا تيمي ولو أبن أبن أشعرهم ما تريده ومنهم من الحنابلة المفوضة هذا هنا نرجع إلى هذه ترجمة ابن طبرذد لاحظوا هذا هنا هذا كتاب توضيح المشتبه اللي هو اللي هو هذا لابن ناصر الدين بيقول لك لاحظ أنه بيقول لك هذا عمر ابن محمد ابن معمر ابن طبرذد هذا مسند وقته مسند وقته أيضا هذا بيذكروا هذا في كتاب تبصير المنتبه لاحظ ما فيه ضبط لا فيه تبصير المنتبه لابن حجر ولا فيه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين بس يكتبوا لاحظ أنا بحثت كثير ما وجدت ممكن حدا بقى يلاقي أنه هذه فعلا واحد يضبطها كتابة أنا لا أنفي حتى ما يصير يجي وحي يطلع بعده يلاقي بجوز وحدا ضبطها بس هي يعني أنه ضبط الطه كيف تضبط هي مضبطة بالشكل هكذا ما ضبطوها بالكلمات لاحظ هنا مثلا لاحظ تاج العروس للزبيدي يقول لك عمر بن طبرزد لاحظ مسند وقته هنا لاحظ هنا هذا كتاب الجامع المسند الصحيح أيضا يقول لك عن هذا عمر بن محمد بن طبرزد وين هي طبرزد جبت ليها رواية أبي حفص عمر هذا كله لاحظ هذا كتاب الفوائد المنتقى الحسان هذا دار قطني نعم هذا محمد بن حمد هذا أخوه بقى هذا لاحظ أبو البقاء هداك اسم عمر بن محمد لاحظ عمر بن محمد أبو حفص ابن طبرزد هذا أبو البقاء محمد بن محمد ولا سينصوا عليه سينصوا عليه لاحظ محمد بن محمد لاحظ بيقول لك أبو البقاء هذا ابن طبرزد أبو البقاء أخو المسند الشهيد أبو الأخو المسند الشهير أبي حفص اللي هو هذا اللي هو هذا عمر بن محمد هذا عمر بن محمد أبو حفص هذا محمد بن محمد هذا عمر بن محمد ابن معمر بن طبرزد هذا أبو حفص هذا نفس الاسم لكن اسمه هذا محمد يعني نفس اسم الأب والجد محمد لأن أخوه محمد بن محمد بن عمر بن طبرزد أبو البقاء أخو المحدث المشهور لاحظ محمد بن محمد هذا في لسان الميزان هذا في كتاب أيضا لسان الميزان هنا نص في موضعين طيب تعال إلى لاحظ هنا هذا في معجم الشيوخ لتاج الدين السوكي أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد هنا تضبط بالشكل لاحظ يعني بالشكل وليس بالكتاب لاحظ في تهزيب الكمال يقول لك أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن طبرزد لين جبت لها طبرزد وجيها بتتضحك وتروح وألبت على ألفاك لاحظ إن الله لا يصلح وعمل المفسدين هذا بس لأنه طالح هيك يشهر بالنازل فالله فضحه على رؤوس الأشهد لاحظ هذا تهزيب الكمال للمزي هذا هون أسد الغابي هذا لابن الأسير واخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد هذا كتاب تاريخ إربل للإربل هذا أيضا بقول لك أبو البقاء هذا أخو بقى محمد بن عمر بن معمر بن طبرزد هاي كل الذين ذكروا ابن طبرزد ولا واحد منهم قال إنه هذا ابن طبرزد وأصلا أنا قلت لك هاي إذا بتبحث هون بتحط بيطلع لك صفر النتائج صفر 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 النتائج صفر هون لاحظوا النتائج لما بتحط لاحظ تبرزد صفر إيش عبي مسخة رائح بيرجع لورا تابأ لقضية هاي الجاي والرايح بس لنشوف لكم نحنا هذا الوقت ولاحظوا أخواني الكرام كيف عملة منشورات عملة لاحظوا لاحظوا هنا لاحظوا كيف هذا هون مثلا يقول لك تمليء تلميذ طبرزد طبرز هون كتبوا حتى مو طبرزد طبرز أنه يشرح صوت الأطيط لاحظ مثلا هنا لاحظ الرد على محمد شمس دي مطعني في العلامة المحديث طبرز هذا البحبحاني لاحظ كيف كلهم عبس خروا طبرزد ما هو طبرزد هيك صحيح هيك لاحظ بس هذا البحبحاني يعني كذب صحيح لك إنهذاك عبيحل منطقة هذا هذا محمد شمس دي مطابرزد كما رأيتم وهدول تلمسته وهدول جماعته كمان عبيتت مصخة بيقول له الأشاعراء نحن طبعا لنا رد على هذا المنشور في محاضرتين في تسجينة سؤال الأشعرية من قطعي الإسناد آلا هذا يتكلم عن قطعي الإسناد بيقول لك أنه منين أنتوا أخذتوا إسنادكم عن مالك وعن الشافعي وهو على أساس موافق للمالك والشافعي ورددنا عليه وبينا كيف يوافق يخالف مالك والشافعي والحمايد وكذا وإلى آخره المهم بيقول لك أين أنتوا أساندكم وين إسناد الأشعر ومنصول ما تريد فهذا واحد منهم بيقول له أساندهم عبارة عن بيت مصخر حدثني قلبي عن ربي أو عن شعوري سمعته يقول طبرد كل وعين مصخرة في مصخرة في مصخرة اللي هو مين الآن المفروض بقى يسخر مينه بقى هو هذا نفسه وإذلك أنا إيش إيش أفضل أفضل شيء حط لك يا هلأ تعرف إيش أفضل شيء حط لك يا هاد هاد أفضل شيء وإنه هاد فيس هذا بعشك فدرجي يا سلام فيس هذا بعشك فدرجي إنت عدرج بقى هلأ إنت عدرج ودع عنك الكتابة لست منها ودع عنك الكتابة لست منها أنا إيش بدي أقول لك كمان بتعرف بدي أقول لك هاد تفضل سمع بتحطي نفسك في مواقب بيك بتحطي نفسك في مواقب بيك هذا أفضل رد عليك طبرذد إنت اللي هو لا أحاول ولا أقول أيضا أبل ما أغلق في أبيات شعر حتى في كلمة طبرذد لاحظ ضحك الوجوه من الطبرذد فوقها دمع العيوني من الدهاني يعصروا لاحظ هذا في كتاب جمع الجواهر في الملح والنوادر لهذا الحصري هذا أو الحصري أو لاحظ في كتاب زهر الآداب لاحظ الحصري طيب خيرضاني أيضا في عندك هذا ضحك الوجوه من الطبرذد لاحظ أنا يعني ضخط حتى تدور مين يعني إيش معنا كلمة طبرذد يعني ما أحد يعني حتى الزبيدي ما بين إيش معناها يعني يعني هي كلمة أعجمية ظاهر يعني اسم عالم أعجمي ما ما له معنى لكن هنا لاحظ من لذلك الطبرذد المدقوقي ولذلك اللوز النقي الأنيقي لاحظ هذا في كتاب التذكير الحمدوني هنا في كتاب رسائل الثعالبي أيضا ضحك الوجوه من الطبرذد فوقها هنا أيضا ضحك الوجوه من الطبرذد فوقها أيضا في كتاب التشبيهات لاحظتم إيش نشبلكم بقى إذا في شي فأيوة أنا هون نسيت ما أقولكم بقى هنا أنه لاحظ أنه إخواني الكرام إلا نحنا قبل قليل أنه أشهر من من لاحظ أشهر باعتراف هذا هذا طبعا هذا بالمناسبة هذا الذي كتبه هذا حسن مشهور لاحظ مشهور حسن سلمان هذا اللي بيفتقر فيه ابن شمس وكذا وإلى آخره اللي قال هون أشهر شيء أوسع الكتب في ضبط المتشابه من الرواد أو بضبط إسماء الرواد تبصير المنتبي للتحريم المشتبي لاحظ لحافظة بن حجر وهذا من أوسع كتب الضبطي وإحسني طبعا وفي عندنا أيضا كمان كتاب أيضا التهذيب الأسماء واللغات لهذا الإمام النووي لكن هذا مش طيب هذا الحكي إيش بيقول عنهم إيش بيقول عن النووي وأبن حجر لاحظ لاحظ هل النووي بيسألول لابن شمس لاحظ بيسألول ابن شمس هذا ابن شمس هل نووي ابن حجر والسلطان أجيوب يلاحظ قلب ضلال لأنهم أشعراء بيقولك إذا كانوا أشعراء لا يدرون أين الله ويقول القرآن كلام الله كذا فهن ظلال. اذا انت اصلا الذين ضبطوا كتب الاسماء والروات انت ما تقبه بيهم فليش زعلان انه الشيخ عبدالقادر يخالفه؟ ليش؟ يعني ليش؟ لاحظتم؟ يعني انت بالاكس لازم تفرح انه تقلهم يا اخي انتو هذه العلوم اللي انتو تزعمون انكم متقنون لها وانتو مختلفون هذا مسلا شيخ عبدالقادر يقول طبرزد وانتو هذا بيقول طبرزد وانتو مفروض انه تفرح لهذا الخطأ اللي يوقع فيه الشيخ عبدالقادر لكن هذا سبحان الله يعني الله اعمى على غلبه وبصره وبصيرته طيب لاحظ اصلا هذا لاحظ انه هذا هون هذا طبعا هون هذا كمان ايضا لاحظ هذه السنات عليها بالحلقة القادمة لاحظ السراج عمر بن الجاي هو اصلا هذا اللي بيسخر من القضية الجاي والجاي وما بعرف ايش هاي لحظة لحظة هون اريكم اياه محمد الخفاجي في يوم عيد او بين العيدين قال اخبرنا سراج الدين عمر بن الجاي عمر بن الجاي يعني هو ابن الرائح ابن الجاي اسمعها 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 بالله اسمع عمر ابن الجاي هو ابن الجاي مين قال لك هذا بحكي؟ شوف بيحكي كأنه واسق من نفسه كأنه هو مألف كتاب التبصير المشتبه والمنتبه ومين قال لك؟ بهمزة قطع من أصل الكلمة مثل آلات وليس ومثل مثلا كذلك اسم الاسار مثلا اسم أليسار مثلا لا حوله ولا قوة أكله فعل أليسار وغير أليسار لا هي الجاي ولا الجاي هي أصلا هي أول جاي أول جاي هكذا ضبطها الشيخ الفاداني اللي أنت عم تقول اللي أنت هون عمال بتتكلم عن الأسانيد لاحظ هنا لاحظ فعلا هذه لاحظ عمر سيراجدين هذا الوحيد اللي وجدته ضبطها عمر سيراجدين عمر ابن أول جاي ضمي ضمي بس هاي مي يعني واضحة أول جاي أول جاي ظاهر يعني هذا اسم أعجمي مش أول جاي أول جاي لكن هو الشيخ عبدالقادر معزور لأنه أصلا كل الكتب التي أوردتها لاحظ كلهم قالوا هذا الجاي يعني كل الكتب التي أوردتها نطقتها بهذا الشكل لاحظ هنا لاحظ هذا مثلا لاحظ هذا صلة الخلاب بموصول السلف لاحظ هذا الروداني الروداني هذا طيب لاحظ بإلك السيراج عمر ابن الجاي لاحظ لاحظ هنا لاحظ هنا يضبطها بالضم أيوة هو أنه ضمي ظاهره لاحظ السيراج عمر ابن أول جاي أول جاي جاي عمال وهاي قضية الأجهوري لاحظ هنا مضبوطة بالفتحة مع أنه هي الأجهوري فعلا لكن هنا لاحظ أنه هي مضبوطة بعض الكتب مضبوطة الأجهوري هذه لذلك ونستنقف عند هذه قضية في يوم عيد قال أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الرحمن الأجهوري الأجهوري إيش الصواب اسمعها مرة ثانية الأجهوري ابن عبد الرحمن الأجهوري الأجهوري ضمي الهمزة الأجهوري هو يقرأها الأجهوري لكن لازم تكون أشعر مشان تروني طريقه لا حاولة ولا وقلينا نشتهم لاحظتم مين قال لك بتضمّة وين الوسائق لا لا حاولة هي فعلا بتضمّة بس لاحظ هي من الكتب لاحظ مثلا هنا علي بن أحمد الأجهوري لكن وين أنا بدبت لحتى جبتها من القضية أنه لاحظ هنا هذه علي الأجهوري فيه ناس ما بتضبطها أصلا هنا لاحظ لاحظ ما بتضبطها أصلا لاحظ وكل هذا هذا علي الأجهوري هذا أشعري وله مفتي المالكية وله ترجمة طنانة رنانة وله كتب في المنطق وله إيش لتدخلك بهذا اللحظة أجيب لكم يها وهنا لاحظ هذا في كتاب الحديث من السلسلة للفاداني ما هي مضبوطة هنا الأجهوري يعني مش مضبوطة يعني لكن هنا نلاحظ في كتاب خلاصة الأثر للمحبي نعم ضبطها لاحظ علي بن زين العابدين إلى أن يقول نور دين الأجهوري بضم الهمزة وسكون الجين ها هون معك ها تقول والله لكن أنت أصلا ما جبت السنة لاحظ نسبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصر المالكي وموجودة هذه أجهور الورد على ويكي بيديا لاحظ والذين ترجموا بعدين ذهبوا يعني أخذوها منه نعم نسبة إلى أجهور الورد بضم نعم هون نصوا على أنها بالضم لكن تبرزت هذه ما حد نص على الطه كيف تلفظ ولا كذا ولا كذا لاحظتم وهون مثلا هذا مثلا كتاب معجب مفسرين لعادل نويهض لعادل أيضا بإلك الأجهوري نسبة إلى أجهور يعني طبعا أنه ما ضبطها لكن هي مضبوطة في الكتب الأخرى مثلا هذا كتاب التوضيح لشرح الجامعة الصحيح أيضا بيذكروه هنا أنه بيضم الهمزة وتعالى شوفك مين هذا الأجهوري تعالى فرجيك مين هذا الأجهوري الأجهوري تلاتي تلاتي لاحظ اشتهر هذا لقب الأجهوري لقب هذا لقب اشتهر به عدة شخصيات أولا هذا أحمد بن أحمد الأجهوري الضرير له كتابات على السمارقندية والسلوسية والجوهرة أشعار الأجهوري هذا الثاني هذا الأول هذا متوفزن 1293 متأخر كتير اللي قبله هذا 11190 يعني قبله مين سنة تقريبا طيب بيئلك أيضا له حاشي على تفسير الجلالين وشرح مختصر السنوسي في المنطق أيضا هذا أيضا أشعاري الأجهوري هذا اللي عم نحكي عنه علي بن زيني العابدين بيئلك هذا علمته عصري كان فقيا محدثا رحلة لاحظ كبير الشأن لاحظ أتقن الأصليين أصول الدين أصول علم الكلام وعلم أصول الفقه وبلاغة ومنطق وأخذ عن مشايق كثرة مثلك أنت خذت على اليوتيوب لاحظ وسرد منهم الشاب العجمي وفلان وفلان لاحظ وإيش بيئلك نحو ثلاثين وأعلاهم قدرا لاحظ الشمس محمد الرملي وهذا البدر حسن الكرخي والسراج هذا عمر ابن ألجاي لاحظ هذا وشيخه لنور الدين ابن زين العابدين هذا الأجهول لاحظتم حتى أنا ما وجدته هذا ترجم هذا سراج عمر ابن ألجاي لاحظتم وإيئلك له تأريف كثيرة شروع على مختصر خليل له شرح عقيدة الرسالة وشرح التهزيب هذا في المنطق للتفتزاني له شرح نفيس على رسالة ابن أبي زيد في الفقه ورزق القبول وأصيب بآخر ببصري لأنه بسببا غريب جواعد عمالي يستفتي بالطلاق الثلاث وطلق زوجته ثلاثا فقال لو طلقت منك ثلاثا لا تحلوا لك حتى تتنق على زوجا غيره فتوعده بأن يقتله فعلا من الأخير ضربوا على رأسه وهشم رأسه لكن قاموا أنه من الحلقة الناس وما زلوا يضربوا به لحتى مات وللأجهوري فوائد وآثار عجيبة أنت عشتخلك بالأجهوري بقى ثلاثة أشاعر هذا يعني أنت أصلا تكفر الأشاعر إذا تكفر الأشاعر يعني أنت تهمز وتغمز بالأشاعر وتكفرهم لا يجوز عندك الهمز اللغوي لكن يجوز الهمز الشرعي لذلك الشيء قد فتح وقال المشايخ لا يجوز همزها لغة ولا شرع لا يجوز أن تقول المشايخ لا يجوز يعني همز المشايخ لا لغة ولا شرع لا يجوز همز المشايخ لغة إنه ما تقول يعني بدل المشايخ مشايخ مع أنه بعضهم أجازها قالوا ولا يجوز أن تهمز المشايخ يعني أن تتكلم عليهم بالسوء فهذا بالنسبة للأجهوري إيش فأضل أنت عندك هون نعم هون ضبطوها الأجهوري لكن أما قضية عمر الجاي هنا ضبطوها ضبطوها كتابة وشكلا الأجهوري لكن عمر ابن ألجاي هذه ضبطوها في بعض الكتب بالشكل ولم يضبطوها كتابة أما طبرزد ده مثل ما ألطق أخونا الشيخ أبو القادر هي طبرزد طبعا هذه ضبطوها بالشكل لكن لم يضبطوها كتابة وليس كما قلت طبرزد معرفتم نسمع المرة الأخيرة هذا الذي يريده أن يحيي سنة الإسلام اسمه طبرزد كيف عمال تبين أنه هي ابن طبرزد ابن طبرزد إيش نحن نقول لك الآن إيش نحن نقول لك إيش نحن نقول لك الآن الذي قل التي سأذكره الذي قل التي سأذكره تابة لست منها ولو سوّتت وجهك أيوه ليس هذا بعشك فدرجي ادرجي يا حبي ادرجي ودعك تابة لست منها ولو سوّتت وجهك تحضي نفسي